السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابع الكرام إحسان الجزائرلي رحلت في عز شبابها بحقنة ملوسة وقرهت ماري مونيب وغارت منها وتزوجت فنان شهير هنعرف تفاصيل كتير جدا عن حياة الفنانة إحسان الجزائرلي سواء الشخصية أو الفنية هنا إحسان الجزائرلي في 25 يونيو عام 1905 بمحافظة الفيوم وهي ابنة الفنان الكبير فوزي الجزائرلي الذي يعتبر أول مؤسس لفرقة المصرحية مع ابنته إحسان وابنه فؤاد الذي كان يعمل نقيب للمهن التمثيلية في الوقت ده وكانت والدتهم تعمل معهم في نفس الفرقة لكنها لم تنال حظ في الشهرة مثل ابنتها وزوجها وكمان كانت بدايتها الفنية في السلمة المصرية بحبح أفندي وفوزي الجزائرلي وابنته إحسان الشهيرة بأم أحمد وعملت معه أكثر من عمل وذلك بسبب جسمها الضخم وكمان الفنانة قاموا مع بعض سنائي هي ووالدها وطبعا السنائي ده كونوا كمان وأسسوا فرقة مصرحية اسمها فؤاد الجزائرلي معا حياتها الشخصية فات زواجت الفنانة إحسان الجزائرلي من الفنان محمد إدزي ده كان عام 1938 والذي ظهر في أكثر من عمل يجسد دور ابنها بينما هو زوجها وقامت الفنانة ماري مونيب بالانضمام إلى الفرقة فرقة فؤاد الجزائرلي وشاركت بعروض مصرحية وأثبتت وجودها وفي أحد الليالي عرض أحد المصرحيات سقطت بطلة العرض إحسان الجزائرلي على المصرح وبسبب وزنها إزاي حصل كسر في قدميها وتم تجبسها وطلب الطبيب منهم الراحة لمدة ثلاث شهور ولم يجد والدها مفر إلى أن يفحص عن بطلة للعرض فاختار ماري مونيب وعملت ماري مونيب بطلة للعرض والمفاجأة أنها تفوقت على إحسان وزادت إرادات المصرحية بشكل رهيب وغارت منها وقررت طردها من الفرقة وبعد تفوقها عليها طردت ماري مونيب فعلا من الفرقة أما عن رحلها فأصيبت إحسان الجزائرلي بمرض التيفود وتم نقلها للمستشفى حيث أعطيت إبرة ملوسة قادت على حياتها وهي في ريعان شبابها نزرحل عن عالمنا في 28 ستمبر عام 1943 عن عمر يناهز 38 عام أثر إصابتها بمرض التيفود ظن ولدها عليها بشدة واعتزل العمل الفني وقصيب بالاكتئاب بعد وفاتها ورحل هو كمان عن عالمنا في 23 فبراير عام 1947 بعد رحيل ابنته بأربع سنوات عن عمر يناهز 60 عاما تاركا خلفه رصيدا مشرفا من الأعمال الفنية رحم الله الفنانة القديرة إحسان الجزائرلي ووالدها القدير الفنان فوزي الجزائرلي